من لندن ينضم إلينا دكتور عمار بجبوج أستاذ القانون الدولي بجامعة لندن أهلا بك دكتور عمار على شاشة الغد بداية ما الذي يدفع هؤلاء اللاجئين إلى المغامرة بحياتهم تحمل عناء وتكلفات وابتزاز عصابات التهريب غير غياب الطرق الشرعية من يتحمل مسؤولي ذلك مساء الخير لحضرتك بداية وللسادة المشاهدين وشكرا جزيلا على الاستضافة بالتأكيد هناك عدة عوامل تؤدي إلى محاولة اللاجئين أو الطالبي اللجوء الهرب إلى أوروبا بداية الهرب من الحروب وأيضا الأوضاع الاقتصادية الصعبة في بلدانهم والقوانين العادلة التي تقدم لهم الخدمات التي يسعون إليها لهم ولأطفالهم في أوروبا لكن من يتحمل ذلك بداية طبعا هناك طبعا المجتمع الدولي ككله يتحمل ذلك نتيجة عدم قيامه باللازم من أجل وقف معاناة الشعوب من خلال وقف الصراعات في الدول وخصوصا في الشرق الأوسط لكن حسب بالنسبة للتقرير الذي تم ذكر فيه عمليات تهريب من تركيا إلى أوروبا حسب تقارير حقوقية فإن تركيا الآن تحتل المرتبة الأولى تقريبا في أوروبا أو حتى في العالم من حيث احتضانها لعصابات الإجار والبشر يعني تهريب البشر أصبح هو النشاط التجاري المفضل للعصابات الإجرامية الناشطة عبر آسيا والشرق الأوسط وأوروبا ولكن دكتور عمار هل هناك طرق بديلة حتى لا يكون هؤلاء اللاجئون أو المهاجرون فريسة سهلة لعصابات التهريب بالتأكيد حاول الاتحاد الأوروبي أن يفتح ممرات آمنة للاجئين من خلال تنظيم عملية قدوم اللاجئين إلى أوروبا سواء في ليبيا أو في تركيا من خلال برامج إعادة التوطين كما فعلت بريطانيا هناك برنامج إعادة توطين اللاجئين السوريين في بريطانيا باستقدام طبعا 20 ألف لاجئ سوري إلى بريطانيا تم استقدامهم بشكل شرعي من دول الجوار لسوريا من لبنان وتركيا والأردن وحتى من مصر طبعا بدراسة كل حالة على حدا ولكن هذه الأرقام ما ما تزال متواضعة دكتور عمار طرق معاملة اللاجئين من قبل الحكومات الغربية ربما مظاهر العنصرية لاعتداء عليهم في طريق الوصول وحتى بعد الوصول منهم من يسجن منهم من يرحل كما يجري الآن في الدنمارك كيف يمكن تأمينهم من كل ذلك؟ طبعا هناك تختلف الحالات من دولة إلى دولة في أوروبا طبعا القانون واضح هناك عندما يأتي اللاجئ إلى أي دولة أوروبية طبعا يوضع في كامب أو في مقر حتى يتم النظر في حالته لكن هو لا يحبس لا يسجن فعليا لكن يكون مقيد الحركة إلى حين النظر في ملفه بالعموم بشكل عام ملفات اللاجئين الآن تصعيب ملفات اللاجئين سوف يتم في مراحل قادمة سواء في بريطانيا التي قررت أنها قد تضع اللاجئين في جزيرة أو قد تضعهم في أماكن احتجال وأيضا الدنمارك التي أعتقد أنها لن تستقبل أي لاجئين في المراحل أو في الفترات المقبلة لذلك أنا يعني نعم دكتور عمار هل يلبي التعاطي الأوروبي معايير حقوق الإنسان المعاهدات الدولية هم هناك مخالفات واضحة ربما ينتج عن هذه المخالفات ضحايا كغرق بعض هؤلاء اللاجئين أثناء محاولتهم الوصول أو دفعهم إلى البحر مرة ثانية كما جرى في اليونان بحسب التقارير مرة عدة تماما المسؤولية هنا تقع على الدولة المصدرة والدولة المستقبلة أيضا يعني أيضا الدولة المصدرة مثلا النفر التركية أو شمال أفريقيا تقع عليها أيضا مسؤولية كبيرة لأن للأسف الآن يتم استغلال اللاجئين سياسيا يتم ابتزاز حتى الدول المستقبلة بشكل ابتزاز سياسي بأننا في حال لم تفعلوا كذا سوف نفتح أبواب اللاجئين وبالفعل يتم فتحها وإغلاق أبواب اللاجئين طبعا الاعتبارات سياسية عديدة مثلا نحن نعلم أن تركيا ملزمة بموجب الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بتأمين حدودها ومنع وصول المهاجرين إلى الاتحاد على نحو غير شرعي وفي المقابل تحصل تركيا على دعم بقيمة 6 مليار دولار من الاتحاد إلى غاية 2022 عندما فقط ماطل الاتحاد الأوروبي في دفع تلك المستحقات فتحت تركيا الباب مجددا أمام اللاجئين وكأن اللاجئين للأسف الآن باتوا ورقة سياسية تستخدم فقط كوسيلة ضغط لتحقيق مقارب أو مكاسب سياسية على الصعيد الدولي نعم دكتور عمار بجبوجة أستاذ القانون الدولي بجامعة لندن كنت معنا من لندن شكرا جزيلا لك